السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم تركي رضو عن دفع تيقين إن شاء الله من خلال هذا الفيديو نشرح لكم محاضرة الإكس راي لل MSS ضمن السي أس ثري أو اللي هي عنوانها ريدينج إكس راي أو شيء الإكس راي إلى عدة مسميات منها مثلاً البلين ريديوغراف، بلين فيلم، كونفينشين الريديوغراف كلها نفس المعنى اللي هي الإكس راي زي ما أنتم عارفين أهمية الإكس راي إنها بتصور لي العظم بتبين لي تفاصيل العظم فهي بصورة رئيسية عشان للعظم مثلاً واحد يوقع وشكيناً ننكسر بنصور له إكس راي فهي بصورة أساسية للعظم يعني ولكن ممكن تعطيني فكرة يعني أو معلومات أقل عن الجوينت والسوفت تيشو الجوينت اللي هو المفاصل مكان التقاء للعظم والسوفت تيشو زي مثلاً بلاد فيسلز، مصلز زي ليجمنت أو تارو أربطة، تمام؟ فلجيك لصورة بشكل سريع هاي مثلاً صورة إكس راي العظم باللون الأبيض بيبين هاي مثلاً المفاصل اللي هي مكان التقاء العظم هاي السوفت تيشو مثلاً اللي هو اللوسنسي منطقة السودة العتمة هاي، هاي السوفت تيشو هانا مثلاً كمان شو أهميتها مثلاً هنا في الإكس راي مثلاً السوفت تيشو إنه ممكن إذا كبرت مثلاً حجم المنطقة هاي مثلاً حجم السوفت تيشو هانا كبر ممكن أفكر إنه مثلاً هنا في إيش في تجمع سوائل أو في دم يعني، تمام؟ وأنتو مر عليكم برضو استخدام الإكس راي في الجي آي، كنا نشوف من خلال الإكس راي، صح؟ فإنه ممكن نشوف برضو السوفت تيشو يعني منه ولكن بصورة رئيسية هو للبون، تمام؟ طيب، موضوع المحاضر هو كيف نقرأ الإكس راي هي مهارة، محتاجة يعني تدريب كثير محتاجة تدريب، نشوف كثير صور ونحاول نقرأها رقم اثنين محتاجة إننا نكون عارفين النورمال إحنا عارفين النورمال عشان نقدر الميزة عن الأب نورمال يعني عارفين وين مكان العظم الشكل تبعها، الإشي الطبيعي يعني عشان نميزة عن الإشي الغير طبيعي إذا شفناه، زي مثلا في الإكزامينايشن إذا كتسمع مثلا صوت القلب أو تحس النبل تكون عارف الإشي الطبيعي عشان تبيزة عن الإشي الغير طبيعي نفس الحكاية هنا، برضو بدك تكون عارف البيسيك أناتومي تكون ملم بالأناتومي لأننا إحنا نقرأ صورة الإكس راي أو صورة الأشعة يعني يعني منوصف اللي إحنا شايفينا نوصف الكسر مثلا أو المشكلة أو الباثولوجي في العظم بأي عظمة، وين بالضبط موقع الكسر مثلا فبدنا نحاول نستخدم مصطلحات الأناتومي فمحتاجين يعني كمان نعرف طبعا الأناتومي نكون عارفين ومصطلحات تبعتها مثلا هنا بالأدلت إيش أجزاءها مثلا بيز آآ شافت نيك هيد زي ما أنتم عارفين ومصطلحات الأناتومي بروكزيمال ديستل بروكزيمال قريب من السنتر مثلا ديستر بعيد اللي هو إيش معناه؟ اللي هو مكان الجوينت يعني أوكي؟ والإنت زي ما أنتم عارفين لازم نكون عارفين الأناتومي العظام أسماءها ما بيكفي يعني بس نعرف إنه الكسر كان في الهيوميرس مثلا لا لازم نحدد وين بالضبط الكسر تماما مكانه أنا والله بالشافت في منتصف الشافت فمحتاجين نكون عارفين الأناتومي والمصطلحات تبعتها هاي في الأدلت الصورة هاي مثلا في الصغار ليش؟ لأنه لسه العظم بكون قاعد بنمو العظم هنا لسه بنمو، فيه البروث اللي هي البروث اللي هي مكان الكار calculation اللي لسه بنموين العظم هاي بسموها ببروث بلايذ في الصغار هنا بسموه الشافت أايش ديافيسيز مش مبينه بالصورة ديافيسيز والنهايات تبعت العظم أو النت بسموهن إبيفيفيسيز والمنطقة اللي بتفصل الضريف عن البروث بلايذ بسموها متى فيتفيسيز اوكي في عندك السيسامويد بون السيسامويد بون اخذتوها برضو الاناتيوميل اللي هو عظمة داخل تندن زي مثلا هنا مثال البتلة الركبة هنا بتكون السيسامويد بون مثال عليها الابوفيسز اللي هي عبارة عن اوت كروث اوف بون يعني عظمة متكونة من او مختلف عن هاي المنطقة اوكي يعني لما حكيت محتاجين نكون عارفين الاناتومي والتفاصيل والمصطلحات تبعتها لان احنا قاعدين بنقرأ سورة اكس راي يعني بنوصف اللي احنا شايفينا اكي اذا محتاجين ايش او شي تدريب زي ما حكينا نعرف نورمال نعرف الاناتومي وبرضو محتاجين نكون اه سيستيماتيك ايش يعني سيستيماتيك يعني اه نمشي بخطوات ثابتة نمشي عليها عشان ما ننسى اي خطوة تمام نحاول نمشي بخطوات عشان ما ننسى اي خطوة او اشي تفصيل يعني داخل الصورة اه زي مثلا الهيستوري تاكن كنا نخذ فريم الى او شي بيشنت برفايل شي فكم بلينت هيستروف بريزنتينج ايلنس سيستيماتيك ريو ريو باسماتيكا باسسيرجيكال فاميلي وسواشيل الى اخره وبالاكزامينش مثلا كنا او شي انسبكشن بالبايشن بركشن اسكولتيشن مثلا نمشي بخطوات نفس الحكاية هنا بنا نحاول نمشي بخطوات فشو هي خطوات القراءة الاكستري تمام يعني هنا بشكل رئيسي عبارة عن ثلاث خطوات اوكي اول خطوة اللي هي البيشنت بروفايل ننتأكد انها هاي الصورة تابعة على نفس المريض اللي احنا قاعدين بنحكي عنا فاذا نبدي اشوف النام الاسم العمر العمر زي ما حكيت بهمنا طبعا ليش لانه العظم في الصغار مختلفة عنا في الكبار في الاناتوم يعني تبعهم نا لسه قاعد العظم بنمو في اختلافات يعني بيكون اه مكان وتوقيت او تاريخ اخذ الصورة مكان الصورة بهمني برضو انا عندنا بالمستشفى او مستشفى ثاني او من برة او بمركز صحر الاخر اي مكان يعني وين المكان اللي اتخذت مننا الصورة التايم برضو توقيت اخذ الصورة مهم جدا هذا يعني مثلا ما تكون الصورة كثير قديمة واحد توا وقع يعني ما راح تكون هنا يعني لازم اشوف الصورة الجديدة انا بعد الوقع مش صورة قديمة كثير فالتايم برضو بهمني اوكي الخطوة الثانية تفاصيل الصورة بنا نشوف جودة الصورة هل الصورة واضحة او ذات جودة كويسة بقدر منها من خلالها اشوف التفاصيل واضحة ولا مش كثير واضحة وما راح تبين لي التفاصيل اذا مش كثير واضحة فاحنا مضطرين ايش نطلب صورة جديدة كي عشان تكون واضحة طب على اي اساس احنا بنحكم على ان الصورة دقيقة وواضحة وجودتها كويسة على عدة شغلات اولها اللي هو الاكسبوجر الاكسبوجر او هو كمية الاشعاع والكمية الاشعة اللي بتخترق العظم او الجسم اللي احنا بنصوره كمان بنا نصور العظمة هاي مثلا الايد بثلا كمية هاي الركبة معلش فيمر هاي اه فاحنا بننا نشوف هال مناسب كمية الاشعاع كي بدنا نعرف طب اذا الاكسبوجر ممتاز انه يكون الصوفت ايشو احنا حكينا الصوفت ايشو باللون الاسود يكون يكون يادوب مبين الصوفت ايشو يعني يادوب انه مبين زي هيك ولا هو كثير مبين ولا هو مختفي لا يكون يادوب مبين الصوفت ايشو واقدر اميزه عن البون البون حكينا باللون الابيض اللي هو برضو من من الاكسبوجر الكويس انه اقدر اميز ده بين الكورتكس وما بين المضلة في العظم. الكورتكس اللي هي القشرة الجزء الخارجي من العظم. يكون مواضحة اكثر من المضلة اللي هو الجزء الوسطاني من الجسم. اوكي. هيك معناته عنا اوكي الشغلة الثانية في الوضعية المريض. انه يكون اه اه في وضعية مناسبة للتصوير المريض. مش مثلا بتصور ايده مثلا. هو قاعد بتحرك ايده بتحرك او مائلة مثلا. لا يكون في وضع مستقيم او يعني مناسب للاخذ الصورة. اه برضو عنا اللي هي رولوف تو. رولوف تو قاعدة الاثنين هاي مشهورة كتير راح تمر عليكم بماينر العظام ماينر الاشعة. اللي هي عبارة عن ايش? two view two limp two joint two times. two. two views اللي هي اننا نشوف العظم من كذا اه منظور او من كذا زاوية مثلا يعني. نشوفها مثلا من قدام لورا اللي هو اي بي. انتيري ربستيري رفيو. واللاترال فيو مثلا. اللي هو من الجنب مثلا. هم زي هاي مثلا هاي الصورة من الجنب. هاي برضو من على الجنب مثلا. هاي الصورة جاية من انتيري ربستيري رفيو يعني من قدام لورا. اكي? فعلى الاقل two views. لانه في بعض الكسور اه ممكن ما تبين من من منظور واحد. لكن من منظور الثاني تبين. تمام? بحيث يعني يكون عندي صورة زي ثلاثية الابعاد يعني. اقدر اشوف الكسر من كذا موقع. تمام? فهاي مهمة جدا. يكون عندي multiple views. اكي? يكون عندي multiple views. احاول اني اشوفهم. على الاقل اثنين. اوكي? two limbs. two limbs اللي هو right to lift. اني اشوف الجزء الجسم اليمين واليسار عشان اقدر اقارن. يعني ممكن تكون الصورة فعلا صعبة انك تميز اذا في اشي هنا مش طبيعي او اذا في كسر. فبدك تشوف ايش الجزء الثاني من الجسم. ال right وال left مثلا. بك تشوفهم عشان تقارنهم. اوكي? بالذات في الاطفال. يعني انت شاك بشغل ان هاي ممكن اشي مش طبيعي. فبدك تشوف الليمب الثاني. left وال right مثلا. اوكي? two joints. انها بدك تشوف كذا مفصل. المفصل للفوق واللي تحت. تبع العظمة. مثلا الكسر. في الا الله ما اصلا سيدة محمد. في القلنا مثلا. في الفور ارم. بدك تصور مثلا الهاند من تحت. وبرضو يعني الفوق. الكوع مثلا بدك تصور. ها? بدك تصور. عشان تبين. لان ممكن مثلا. اه الوجع مثلا في مثلا في الكاحل. في الفوت. ولكن ممكن يكون برضو في كسر في الركبة مثلا. فبالتالي لازم احنا نصور على الاقل two joint. joint فوق وتحت. اه two times وهاي مهمة جدا كمان. لهو يكون عندك صورتين. صورة قديمة وصورة جديدة. عشان تقدر تقارن. زي فكرة كمان. عندك two times صورتين اه مختلفة مختلفات توقيتهم. واحدة قديمة كثير واحدة جديدة. عشان تقدر تقارن مثلا بينهم. ان هذا الاشي اصلا موجود من قبل. يعني طبيعي ولا. انه لأ في مشكلة هان. تمام? فtwo times. انه يكون عندك صورتين بتوقيت بتوقيت مختلفة عشان تقدر تقارن. اه برضو two times منها اللي هو للمانجمنت برضو حتى للفولو اوب. انك اه تراجع مع المريض مثلا واحد وقع صورناه قبل الجبسين. جبسنا ايده. بعد مثلا فترة اسبوعين ننشوف العظم هل التأم ولا لأ. تمام? فبيهمني برضو two times. وانا في جملة بيقول لك ان اه اهم صور هي الصور القديمة. عشان زي ما حكينا نعرف نقارن ما بين صورة جديدة وصورة قديمة. ونشوف اذا في اي مشاكل يعني. هل هي اصلا جديد هاي المشكلة? ولا هي طبيعية عنده اصلا. تمام? هي كده بنكون خلصنا آآ بعدين عندك المودالتي اوف امجينج. مودالتي اوف امجينج اللي هو اكس راي ولا ام اراي ولا هانا احنا محاضرتنا اكس راي كلها. اوكي. بعدين said وال site. said وال site. said مثلا في الهاند مثلا في في اللغ. في الخيد اكي. said اللي هو ray ولا left تمام? يعني مثلا اكس راي for lift hand مثلا. اوكي او 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 ا저ا اكل او مثلا تمام اذا سايد والسايت. مودالتي اوف امجينج اللي هي ثابتة عندنا هنا كون محاضرتنا اكس راي فا اكس راي. والفيو بنحكي ايش اي فيو عندك. اي بي فيو امتيري بوستيري او لاترال فيو الى اخره. اوكي هيك بنكون خلصنا اللي هي الخطوات اه الاولية يعني اللي هي البيشت بروفايل اميج ديتيلز. الخطوة الثالثة اللي هي ديسكرايب ذا اكس راي. بدنا نوصف الصورة. في وصف الصورة الاكس راي عندنا هنا بالام اس اس. اول جملة احنا حكيناها. ان احنا بنشوف الاكس راي ايش? بون وجوينت وصف تيشو. احنا بدنا نعلق الحين نبدا نعلق على البون وعلى الجوينت وعلى الصوف تيشو تمام? خلينا نشوف الصيدات بس اذا في اشي. ناقص زي ما حكينا هذا كل حكيناه. بدك تشوف كل وفعلا تشوف مش تركن برضو على طبيب الاعصاء الاشعة. لا لازم انت برضو تشوف. مش يعني هاي شغل انت مختص الاشعة يعني. كمان انت لازم تشوف الصور الصور. انه ممكن حتى طبيب الاشعة ينسى. هاي اخذناها كلها. وصلنا هنا هكينا الخطوات او شي بيشت بروفايل. كل هاي حكيناه. وصلنا الحين نحكي عن اللي هو بدنا نعلق على الصورة نفسها. هكينا بالاكس اه بالاكس راي لالام اس اس. عنا ثلاث شغلات. البون والجوينت والسوفت ايشو. اوكي نطبق على هذي الصورة خطوات براءة الاكس راي او شي زي ما حكينا بيشنت بروفايل. بعدين الامج ديتيل ننعلق على الكواليتي. هانا قود اكسبوجر مثلا قود بوزيشن. بس مش مطبقة هانا الرول اف تو بصراحة مش مبين يعني لا تو جوينت ولا تو لمب ولا مش كاملة يعني لان هالصورة مزغرة اصلا بس المهم يعني علقنا على الكواليتي. بعدين اش عندك هذي ايش عبارة عن اكس راي اوف لفت فوت. اه والفيو هذي ايش دورسل بلانتر فيو مش مطلوب عليكو يعني. المهم اننا علقنا على البيشن تورفايل على الامج ديتيل. الان بدنا نحكي اه او نوصف او نعلق على الاكس راي نفسه. حكينا الاكس راي للام اس اس. ننعلق على البون على الجوينت وعالسوفتيشو. اول شي على البون شو اللي بدنا نحكي عنا بالبون. ننوصف ايش نحكي عن الاستقامة. هل العظم على نفس الاستقامة ولا متغير اتجاهها او مزاح. ناط يعني عن مكانه مش على الاستقامة واحدة. برضو نشوف الكورتكس اللي هي القشرة. قشرة تبعة العظم. هل فيها فراغات ولا اه ما فيها اي مشكلة يعني. ننعلق اذن على الكورتكس. اذن على الكورتكس. وبرضو على منتصف العظم اللي هو المضلة. عشان نشوف بنية العظم نفسه. هل في مثلا اه نتوء او فراغات جوه العظم. في يعني ديزيز انفلميشن مثلا او انفكشن او تيومر مثلا داخل العظم نفسه. اللي هو المضلة. تبين باللون المثلا الاسود هو المفروض او بيض العظم كله. بس انه يصير فيه فراغات مثلا بيضة او دوائر اه صودة صودة قصد دي. داخل العظم. اوكي وفي عندك برضو ديسكريبشن للفراكتر. اذا في فراكتر كسر بدنا نعرف نوصفه كيف. هذا جزئية مهمة كثير ورح نحكيها في اخر السلايدات يعني. تمام. خلينا نخذهن واحدة واحدة. اول شيء الالايمنت زي ما حكينا الاستقامة. اول شيء بدنا نعلق فيه على البون اللي هو من خلال اننا نرسم ايش خط او اكسس في منتصف العظم. ونشوف هل على نفس الاستقامة العظم ولا لا. هنا طبعا الاصبع الثالث المدل تو مش على نفس الاستقامة. فيه اوكي. نشوف الشغلة اللي بعدها بنشوف برضو زي ما حكينا. طبعا نفس الحكاية الخطوات اللي انا نساها وشي. امج ديتيل. اه علقنا على كل شيء وصلنا هنا عند البون. عندك اول شيء الالايمنت. هنا الالايمنت ممتاز مثلا. اوكي. ثاني شغلة لنشوفها الكورتكال اوتلاين. الكورتكس اللي ما حكينا هي قشرة الخارجية للعظم. ننشوف هل في فراغات ولا مستمر. نرسم خط يعني على الكورتكس. نمرر هيك على كل العظم ونشوف اذا في اي مشاكل. العظم اذا في فراغات. هنا في مشكلة وين? لو رسمنا بالاصبع الرابع. رح نلاقي انه بهاي المنطقة في فراغ. لو رسمنا هيك اتخط على الكورتكس. نلاحظ انه في هذي المنطقة في فراغ بالكورتكس. تمام? فهذا في كسر او باثولوجيا يعني مشكلة. تمام? وهانا برضو حتى من الجهة الثانية في زي فراغ. تمام? ففي هنا المشكلة وين في الكورتكال اوتلاينينج. الشغلة البعدها زي ما حكينا اذا اول شيء الالايمنت كورتكال اوتلاين. وبعدين نشوف المضلة اللي هو الجزء الوسطاني من العظم. اوكي? عشان نشوف البوند تكسجر. اه بنية العظم هل هو متاكل? في فراغات? في نقاط صودة? او اه البوند نفس المضلة فيها اه مرض مثلا او ماس وورم حتى ملتب الميلومة. المثال هنا الامانة الصعب اللي حطينا في السلايد. اه زي ما حكينا بدنا نكون عارفين النورمال. يعني هانا المضلة في الفيمر. هانا قريب من الهد والنك. زي هيك بيكون في زي اه نمط موجود للخطوط للعظم داخل يعني داخل المضلة. اكي? فاذا اختلف هذا النمط بيكون في عندك مشكلة. او مرض. اذا مثلا اختفت هذه الخطوط ما كانت واضحة فيه سواد صار بدل لون الابيض. اه او صار الخط هيك معوج مثلا او راح. تمام? هاي بيكون في مشكلة في الايش? في البون تكستشر. يعني في مثال واضح كثير في اخر السلايدات. عن البون تكستشر. هنا. لاحظ ان في زي دوائر هيك سودة. في داخل المضلة. تمام? فهاي بيكون في ايش? البون تكستشر بتكون فيها يعني هذا بيكون. في مرض يعني البون بيكون. في انفكشن او اه لم حكينا ورب. تمام? فاذا علقنا على علقنا على وعلقنا على المدلة. زي ما حكيت اخر شي بيظل اللي هو وصف خليه اخر شي. عشان نمشي على حسب ترتيب السلايدات ان شاء الله. تمام وصلنا في الحكي عن الجوينت. اه نستذكر الخطوات اول شي زي بحكينا بعدين ايمج ديتيل. نعلق على الصورة بشكل عام هي عبارة عن ايش هي اكس راي اوف اه رايت فوت. اه دورسل بلانتر فيو. ونبلش الان نحكي عن الصورة نفسها. او شي عن البون. البون بنعلق فيه عن ايش عن 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 او المضلة. و ديسكريبشن او الفراكشن. الفراكشن سلي ما حكينا اخر شي اخر جزئية بالسلايد ان شاء الله بنرجع لها. اه بنسبة هانا طيب الصورة مبين الالايمنت ممتاز. الكورتكل. اه اوتلاين ممتاز. والمدلة وكل شي مبين طبيعي يعني بس اللي ممكن نعلق عليه بالبون هنا. اللي هي وجود هاي التكوينات العظمية الجديدة في هاي المناطق. الاصل انها ما في هنا عظم بس هنا في عظم متكون جديد. اللي هو بسموه اوستيوفايت. اوستيوفايت هاي بتصير وين في حالة التهاب المفاصل مع الانفلميشن وكاستيجابة للجسم. بكون عظم في هاي المناطق. هاي وين بسير? في الاستيوفايت زي ما حكيت لكم. هاي بالنسبة للبون اوكي. اه اه ان وصلنا للجوينت. الجوينت زي ما حكيت لكم هو عبارة عن مكان التقاء العظم. العظم مش ملتحم على بعضها. لا بيكون في مسافة بين العظمتين اللي هو الجوينت المفصل. اوكي. فبالنسبة هنا اللي حطينها حطينها لكم الكاثرة يعني في السلايدز. المشكلة انه يصير المسافة هاي تبطل موجودة. اوكي زي هنا اللي صاير هنا في الفيرست تارسو متتارسل جوينت. لاحظ هنا انه صار العظم ملتحم على بعضها. بطل في مسافة بين العظمتين. اوكي. هاي بنسميه ايش? جوينت ناروينك. اوكي بس هاي المطلوب عليكم. اوكي وصلنا في الخطوات نحكي عن الصوف تيشيو. اول شي حكينا على البون جوينت بعدين صوف تيشيو. هكي تقول لكم انا في المقدم انه كيف الصوف تيشيو ممكن يبين على الاكسراي انه هي منطقة سواد بس ممكن تكبر حجمها. اذا كبرت حجمها هذي ممكن تدلل على وجود دم او سوائل. تمام? عنا هنا الصورة والامانة شوي هي صعبة يعني. اوكي هذا الفوق البتلة تحت الفيمر. الفيمر العقمة الكبيرة هاي. عقمة الفخذ. اوكي. وما رح نقدر نعرف اه شو اللي فيها الامانة الا من خلال نشوف الصورة النورمل. زي ما حكيت لكم احنا بدنا نكون عارفين النورمل عشان نميز الابنورمل. فهاي صورة النورمل البتلة هيها. فوق تحت تحت ها بكون في عبارة عن صوف تيشيو. النجمة هاي عبارة عن فات بعدين سوبرا بعدين اش فيه هنا النجمة التحت كمان برضو فات. حين لو نقدر نقارن بينهم. تحت البتلة هاي اول اش موجود مثلا الفات زي ما حكينا. اللي هي النجمة. بعدين اش هنا الباوتش نلاحظ كيف الحجم كبير صار. برضو النجمة التحتانية هانا. فا تقريبا انا ايش اا المساحة اللي تحت البتلة تحسها ايش حجمها زاد كبير. هاي ممكن يدلل على وجود اه دم او سوائل هانا. تمام? هاي بالنسبة للسوف تيشيو. اوكي نرجع الحين للجزء اللي ظل من البون اللي هو كيف نوصف العظم. احنا حكينا بالبون نحكي عن 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 على المضلة او البون تكستر. وبدنا اه اذا فيه نوصفها. طب كيف نوصف فراكتر? رح نوصفها من خلال الشغلتين. الشغلة الاولى اللي هي النمط الكسر او اتجاه الكسر. ومننا انواع رح ناخذهم بالسلايد. اوكي. الشغلة الثانية اللي بعلق فيها على الكسر اللي هي اذا تحرك العظم المكسور ولا لا. هل ظل مكانه ولا لا. اذا تحرك بدنا نحكي ثلاث شغلات. اه نوع الحركة. اوكي. الشغلة الثانية اتجاه الحركة. والشغلة الثالثة. اه اللي هي مقدار الحركة. اول شي نوع الحركة عندنا ازاحة مثلا. انه راح لليمين او لشمال مثلا. انه تحرك العظم المكسور لفوق. انه صار قصر في طولة. اوكي. انه سوى زاوية. حركتها كانت بزاوية. انه نوع الحركة كان فيها التفاف. انه العظمة المكسورة التفت. اوكي. اللي هي لما عظمتين ايش? ياما يلتحموا مع بعض. اوكي. يتقاربوا من بعض او يتباعدوا من بعض. انه تتباعد العظمتين عن بعضها. لا هيك اي 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 يلزقوا ببعض او يكونوا مدفوشات باتجاه بعض يعني. اوكي. هاي نوع الحركة. ثاني شغلة بنعلق فيها زي ما حكينا اتجاه الحركة. وين رايح? مثلا يمين يسار ونستخدم مصطلحات الاناتومي. اه ميديل ولاترال. اوكي. ومقدار الحركة. ممكن نحكي ايش? عن مقدار الحركة. او ممكن بالدرجات مثلا او بالنسب. نحاول يعني نقدر اه اه مقدار الحركة. تمام? اذا بالدسكريبشن اوف ذا اه فراكتر بنحكي عن شغلتين. الشغلة الاولى اللي هي اتجاه الحركة او البتر. تبع الكسر. اوكي. فعنا نشوف هاي على السلايدات. هنا مثلا في كسر صح? بداية الكسر هنا. نمشي مع الكسر. رح يكون ايش? اه اتجاه افقي و بشكل يعني افقي. اللي هو بنسمي ايش? ترانزفيرس فراكتر. هذا ترانزفيرس فراكتر بنسمي. الصورة البنص هاي مثلا بداية الكسر. نمشي مع الكسر هاي بشكل ايش? عمودي مائل. اذا هذا بنسمي تبع اسمها اوبليك. اوكي الصورة على اليمين. اه هذا الديركشن تبع زي ايش الحلزون. اللي هو سبايرل فراكتر بسموه. انا هيك زي جاي الكسر على كذا مستوى. اوكي? وزي كان هيك بتحرك بشكل اسطواني. اوكي? هذا بسميه سبايرل دايركشن اوف دا فراكتر. الشغلة الاخيرة من الديركشن اللي هو او الانواع او الانماط طبعات الكسر او الاتجاه الكسر اللي هو الكومنيوتد. كومنيوتد. انا بكون الكسر من عدة اتجاهات سوى اه يعني العظمة خلاها تتكسر لكذا جزء. صار في ملتي فراكمنت. صارت العظمة كذا جزء مكسر منها. مفتت يعني العظم. هذا بسموه كومنيوتد. اوكي? اه هنا نلاحظ ان العظم تحرك من مكانه. يعني فيه هنا عظمة راحت. فهنا فيه ديس بليسمينت صح? اما بهذه الصور الفوق العظم ما تحرك من مكانه. ظل ثابت. اوكي? خلينا نطبق على ال 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 ثاني شغلة حكينا بدنا نشوفها أو نعلق عليها اللي هي هل تحرك الكسر أو العظم المكسور تحرك ولا لا زي ما حكينا هنا أبدا ما تحرك هنا يعني تحرك بس خلينا نأخذ أنواع الحركة حين احنا حكينا إذا في إزاحة أو تحرك العظم بدنا نعلق ثلاث تعليقات الأول نوع الحركة نوع الحركة عنا شو أنواع الحركات أول شيء اللي هو أنه ينزاح يروح يمين أو شمال اللي هو displaced نسميها عنا طيب هنا واحد ممكن نقول أي واحد على أي أساس احنا بنحكم على العظمة اللي فوق ولا التحت دائما نحنا بنحكم على أساس يعني مين بنعتبر هو العظمة المكسورة اللي هي اللي هي العظمة التحت هي اللي بنعتبرها جزء المكسور من العظم أما الفوق هذا البروكزيمل هذا بنعتبره هو النورمال يعني فإذا رسمنا مثلا كملنا البروكزيمل بون هي كذا البروكزيمل بون كمل لها هاي الشكل الطبيعي يعني المفروض أن هاي العظمة هي كما كان فلاحظ إيش إنه ديست البون هاي المكسورة راحت صار لها إزاحة باتجاه الشمال مثلا ديس بليزد كيف هاي النوع الأول من من الحركات اللي هي ديس بليزد تروح يمين أو شمال أوكي الصورة اليمين برضو فيها ديس بليزد كنفس الفكرة نزاحت لناحية الشمال واللهم صلى الله سيد المحمد نلاحظ إنه إيش كمان برضو ارتفعت لفوق ارتفعت العظمة لفوق لو ورسمنا مثلا طبيعي إنه يكون هنا مكان العظم الديستل أوكي بس هنا صار فيه إلى جانب الإزاحة شو ارتفع العظم هذا الديستل بون المكسور فصار فيه يعني صار لها قصر طولها هذه العظمة المكسورة أو قربت من ناحية البروكزيمل بون تمام فصار هنا ديس بليزمينت وشورتنينج نكمل في أنواع الحركات زي ما حكينا من الأنواع برضو اللي هو إنه يصير حركة بزاوية اللي هي أنجوليشن كي بدنا نعرفها إننا بدنا نسوي آآ نرسم أكسس للعظمة البروكزيمل والعظمة الديستل هيك إذا رسمنا الأكسس يعني منتصف منتصف العظمة يعني نمشي خط كمان هنا في العظمة الديستل نلاحظ إنه في زاوية ففي أنجوليشن هنا نوع الحركة هنا أنجوليشن أوكي واضحة يعني جدا من أنواع الحركات برضو الالتفاث الالتفاث هاي بصراحة بتبين أكثر وين لما يكون عندك مبين الجوينت الجوينت اللي فوقاني والتحتاني ونلاحظ إنه مثلا أيش العظمتين مش ركبات على بعض مش ركبات على بعض معناته أكيد مية بالمية إنه لفت العظمة أوكي أو ممكن ايش اه يتغير الودث مثلا العرض تبع العظمة مثلا هاي بروكزيم البون اوكي وبعدين ايش المكسورة هيك صايرة حجمها العرض تبعها قل فهذا معناته ايش مية بالمية انه العظمة هيصار لها روتايشن اوكي او زي مثلا زي ما حكيت النقطة الاولى انه هو زي الليجو او زي البازل هل بتركب هاي العظمة فوق لا مش راكبة فمعناته ان العظمة لفت يعني ما بيفسر هذا الاشي الا انه العظمة صار لها حركة ايش التفاف نوعها روتايشن تمام اه زي ما حكيت لكم ديستراكشن و امباكشن ديستراكشن ان العظمتين ايش يتباعدوا عن بعض امباكشن انهم يلزقوا مع بعض يروحوا باتجاه بعض يعني اوكي احنا حكينا اول اشي بنعلق على تمام اتجاه الكسر او نوع او نمط الكسر ثاني شغلة قلنا بنشوف اذا تحرك الكسر او لا اتحرك الكسر او لا اه بنوصفها وبنحكي عنا بثلاث شغلات الاولى زي ما حكينا نوع الحركة عنا ديستبليست و شورتنينج و انجوليشن و روتايشن و امباكشن و ديستراكشن حكينا عنهم شو كمان غير نوع الحركة بنعلق على اه على اه على الازاحة او تحرك العظن اللي هو لاي اتجاه راحت لاي اتجاه هنا مثلا تباعدت صح هنا بنقول انه قربت اوكي هنا مثلا الانجوليشن وين رايح مثلا باتجاه مثلا الميديال سايد اوكي هنا الروتيشن مثلا باتجاه الميديال سايد اوكي اه هنا الناحية اللفت هنا برضو ناحية اللفت اوكي فبدنا اه نوصف اتجاه الحركة وين رايح برضو الحركة يمين ولا شمال اه لاترال ميديال اوكي بروكزيمال ديستل اوكي ومقدار الحركة مقدار الحركة انه درجة الحركة يعني كم تقريبا يعني كنسبة او كا اه اه وصف يعني نقول مثلا مائلد او موديرت او سيفير او اه كنسبة مثلا رقم هنا مثلا تقريبا ربع العظم ربع العظم صار لا ازاحة الربع تقريبا اوكي هنا اكثر من الربع بشوية يعني صار لا مثلا ديستليسمان تمام اه هنا مثلا مبين كثير في روتيشن صار اوكي يعني نحاول انقدر اه مقدار الحركة اوكي اذا زي ما حكيتنا نعيد اول شي بنحكي عن اللي هو اتجاه الحركة او نوع اتجاه الكسر قصدي اتجاه الكسر كيف كان اه وبعدين اش بنعلق اذا اتحرك الكسر العظم المكسور ولا لا اذا اتحرك بدنا نحكي ثلاث شغلات نوع الازاحة او نوع الحركة اللي هي وبرضو اتجاه الحركة ونحاول انقدر الحركة مقدارها يعني مثلا سيفير مايلد موديريت او بدرجة مثلا ربعها او نصها او مية بالمية مثلا راحت نزاحت مثلا تمام اوكي نوخذ امثلة نطبق عليهم زي ما حكينا اول شيء بعدين نعلق على اه هاي عبر عن ايش الصورة او تحديدا للهيومرس اه اوكي نعلق الان ع الصورة نفسها او شيء ع البون بعدين ماشي اه او الشيء طبعا البون ننوصل نشوف ايش الكورتيكال اوتلاين والالايمنت مبين في في الكورتيكس وفي مسالايمنت اكيد يعني في عنا فراكتر هذا فلازم نوصف الفراكتر اوكي نكمل بس في عنا بون تكستر برضو اننا نشوف المدلة مبين العظم يعني مش مبين ان في اي شيء اوكي فسليم يعني العظم اه ما في مش يعني البون اه يعني ما كان في حفر او نقط هيك تحس انه متاكة للعظم لا طبيعي اه بنشوف برضو الجوينت مش مبينات يعني كثير اوكي بس هانا اهم مش نعلق عليه ايش على الفراكتر طبعا الفراكتر زي ما حكينا بنعلق عليه بشغلتين الشغلة الاولى الدايركشن هانا الدايركشن تبع اه ايش اوبليك فراكتر اوكي الشغلة الثانية بدنا نشوف هل تحرك العظم المكسور ولا لا تحرك من مكانه ولا لا واذا تحرك بدنا نوصف ايش بدنا نحكي نوع الحركة مقدار الحركة واتجاه الحركة على اي اساس احنا بنحكم اذا تحرك العظم ولا لا يعني ان هنا قطعتين قطعة فوق وقطعة تحت احنا بنحكم زي ما حكيت على اساس الديستالبون ديستالبون هي التحت جاية الفوق هي البي البروكزيما الجزدي لو كملنا مثل كملنا رسم البروكزيما البون الطبيعية اللي هي مكانها المفروض هنا العظمة تكون وجود الديستالبون صح فواضح جدا انه تحركت العظمة من مكانها الطبيعي اوكي ففي حركة اذا بدنا نحكي نوع الحركة واتجاهه مقدارها طبعا راحت لليمين فصار فيه ازاحة ازاحة صحيحة اه هاي نوع الحركة اه اتجاهها اللي هو لاترال to the lateral side راحت لاترالي بعدت عن الجسم اوكي او لليمين يعني راحت اه طب مقدارها مقدار اللهم صلى الله عليه السيد محمد الحركة مبين يعني تقريبا اكثر او كل العظمة راحت يعني من مكانها تمام فمية بالمية يعني راحت من مكانها اوكي بنسبة مية بالمية انتقلت من مكانها اه يعني severely high displaced تمام ننشوف برضو الحركات الثانية اذا فيها اذا موجودة عندك هل في shortening ولا لأ ان قصر طول العظمة ولا لأ مبين يعني في جزء هنا من العظمة اللي هي المكسورة ارتفعت عن مكانها الطبيعة المفروض انها مكانها وينها انا صار فهي ارتفعت فاذا فيه shortening برضو انا اه صار الازاحة لفوق لأعلى فصار فيها ايه shortening قصر طولها اوكي نشوف برضو الحركات الثانية اذا موجودة اللي هي angulation والrotation الانجوليشن اللي هو الزاوية كيف احنا كنا نعرفه بدنا نرسم ايش خطوط اكسس في منتصف العظمات البروكزيمل والديستل اوكي في منتصف العظم تقريبا يعني ما في زاوية يعني الرسمة فتقريبا ما في او ممكن اشي بسيط اوكي اه طب الروتاشن الروتاشن هو زي ما حكينا محتاجين المفروض يعني تكون الصورة اوضح من هيك تبين لي التو جوينت الجوينت التحت والفوق عشان اقدر احكم اذا في روتاشن ولا لا بس بالطريقة البسيطة اللي هي اه ان هل العظمتين بركب على بعض ولا لا يعني بينا انها ما بتركب بصراحة لو حطناها هنا يعني تقريبا ما بتركب تمام ففي تقريبا الروتاشن في روتاشن تمام هيك دعوني خلصنا الوصف تبع الفراكتر شوف المثال الثاني بشكل سريع او شي الخطوات زي ما حكيت عشان بس ما نطول اه اول شي الديريكشن هذا الترانسفيرس بدنا نشوف برضو البون تكستر لا ننسى هنا مبين هاي في دوائر اه سودة في اه في المدلة فهذا في باثولوجي جوة البون في ممكن ورم في انفكشن تمام اللي هو هذا بسمو باثولوجيكال فراكتر يعني فراكتر بصير النتيجة الترومة بس البون بكون نفسه يعني في مرض بكون اصلا الضعيف اصلا العظم فاي ترومة بسيطة ممكن تأدي الى كسرة اوكي نرجع للوصف زي ما حكيت اول شي ايش هذا عبارة عن ترانسفيرس اوكي زي ما حكينا هذا ترانسفيرس فراكتر للفيمر هاي اه نبين انه ايش طبعا رايح لليمين بون رايحة لليمين ففيه وفيه طبعا شورتنينج لاحظ انها ارتفعت لفوق برضو اه الروتيشن زي ما حكينا محتاجة اننا نشوف اه كذا فيو ومن فوق وتحت حتى نشوف الجونت التحت والفوق يعني ممكن يكون فيه بسيط اوكي اه الزاوية لو نشوف هذا الفيو الفيو على الجنب على اليسار بيبين انه يعني صار فيه شوية زاوية اوكي ممكن ترسم زاوية يعني لو كملنا الاكسز فيه زي زاوية صارت ومبينة حتى من الصورة الثانية هاي الفيو الثاني هاي اهمية انه تشوف من كذا فيو مبين انه فيه يعني زي زاوية صارت اوكي اذا فيه انجوليشن حكينا فيه اوكي ممنقدرش يعني نحكم اه بس هاي هي في بس اسئلة سنوات سابقة خلينا افرجك اياها صور ان شاء الله الامتحان سهل يعني رح يكون على اسئلة المحاضرة هاي يعني سهلة ان شاء الله مثلا بقول لك هاي ايش نوع الدايركشن تبع هذا هذا مبين اوبليك بس صحي هانا شو الباثولوجي الظاهر كثير اللي هو جونت ناروينج جونت اه سبيس ناروينج هانا شو اكثر اشي واضح في اللي هو ايش انه ديس بليست هاي هانا مثلا اكثر اشي واضح هذول اسئلة سنوات سابقة وهيك كان يعني المطلوب الجواب يعني بس كان بس انه شو بدي اكثر اشي واضح هانا هانا اكثر اشي واضح الديس بليست هانا جونت ناروينج وهانا نعايش عبليك اتمنى لكم الخير والتوفيق والله يوفقكم يسر عمركم يا رب ان شاء الله انكم استفدتم يا رب اشتركوا في القناة